اهلا بكم في قناة توماس ترين قبل من ابدأ خبارنا اليوم تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زير الجرس من هو زوج ساميحة ايوب الاخير ولماذا اخفت هذا الزواج ولماذا تهمت بالصرقة كل دو اكتر هتعرفو معانا الفنانة ساميحة ايوب هي من موليد 8 مارس عام 1932 عندها حوالي 89 سنة هي خارجة مدارس الرهيبات بحي شبرة بعد كده دخلت معدل عالي التمثيل ثم بدأت حياتها الفنية بدأته بفيلم المتشرد عام 1947 ثم شضئ الغرام مع ليلة مراد وحسين صدقي وتولت الاعمال في السينما والقصر ساميحة ايوب اتجاوزت اربع مرات الزوج الاول كان من محسن سرحان وانجبت منه ابنها محمود اللي توفى وهو في عمره صغير نتيجة ازمة قلبية في امريتا ثم تزوجت من الفنان محمود مرسي وانجبت منه ابنها علاء مرسي وهو يعمل طبيب وتم الطلاق بينهما عندما خيرها بين حياتها الزوجية والعمل وهي اخترت العمل ثم تزوجت من الكاتب سعد الدين وهبة وتعرفت عليف مصرحية السبينسا واستمر الزواج 30 سنة وعاشت معاه الى ان توفى اما خلال الفترة الاخيرة اصر المخرج احمد النحاس حالة من الجدل عندما اعلن زواجه عرفيا من الفنانة ساميحة ايوب سرا واستمر الزواج 18 سنة وقال انها طلبت ان يتم الزواج سرا وذلك لان تحصل على معاشها من الكاتب الراحل سعب الدين وهبة الى جانب اخر تم استدعاء الفنانة ساميحة ايوب للتحقيق معها من قبل المعاشات بعد ان قدم بنات سعب الدين وهبة شكوى في ساميحة ايوب تفيد بانها تحصل على معاش دون وضع حق من جانب اخر اتهمت الفنانة ساميحة ايوب احمد النحاس باستلاءه على 120 الف دولار من حسابها في احد البنوك وذلك من خلال فترة زواجهما والعمل كمدير اعمال لها وقد نشر سابقا المخرج احمد النحاس صور للفنانة ساميحة ايوب وهي من ملابس البيت الداخلية اشتركوا في القناة